على مدى يومين متتاليين تنافس أكثر من ثمانين متسابقاً في فعاليات سباك بن كاردوس للهجن الثالث بمدينة تريم محافظة حضرموت تنافس كبير بين أرباب ومالكي الجمال للحصول على الجوائز الكبرى وجوائز أخرى بحضور جماهيري كبير عكس الحرصة والمحافظة على هذا الموروث الشعبي والذي يحظى باهتمام شريحة واسعة من أبناء حضرموت معنا خمس مجموعات منها فازوا ثلاثة مراكز الأولى حتى التصفيات النهائية يفوز منها أولئة الخمسة عشر الأول والثاني والثالث للظفر بالسيارة والدراجة النارية ومبلغ مئتين ألف ريال بحسب قواعد المسابقة جرى توزيع المشاركين إلى مجموعتين فئة الموفيات وهي الجمال الصغيرة وفئة من دون سن الفطر وهي الجمال الأصغر حقق المركز الأول والجائزة الكبرى مالك الجمل ماز المولد دويلة والراكب حسين باشعيب أما في فئة دون سن الفطر فقد حقق المركز الأول الجمل الفيصلي للمالك عاشور سعيد بحشوان والراكب خالد عبد العزيز الشتوي بصراحة اللقاء ممتاز جداً ونشكر الشيخ عبيد من كردوس ونترحم على الشيخ حسين لأنه لو لا هو لما كان السباق هذا هنا واحدة من الأنشطة المصاحبة للمسابقة والتي تمثل في فنون ومهارات الإبل حيث استعرضت في ميدان الاحتفال في اليوم الختامي بالإضافة إلى رقصات شعبية جسدها أوبريت أنا حضرمي شهد تفاعلاً كبيراً من قبل الحاضرين لتختتم الفعالية بتكريم المتسابقين من أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات لقي هذا الموسم من سباق الهجن في وادي حضرموت تفاعل كبيراً فاق المسابقات في السنوات الماضية وهو ما خرجه بهذه الصورة التي نالت استحسان الجمهور والمتسابقين حدد مساعد قناة بلقيس ناريم حضرموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر